موسيقى موسيقى بهذا انطلقت الدورة الثانية للجمعية الوطنية للعام الثمانية عشر والفين لأول مرة في عصر الجمهورية الرابعة بحضور أعضاء الحكومة وموثلين المؤسسات القبرى في البلاد وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين كانوا شاهدين وراويين على هذه اللحظة التي كانت فيها البداية تقيقة صمت ترحما على أرواح الذين ضحوا بأنفسهم في الدفاع عن الوطن وفقا للقانون الأساسي الجديد فإن هذه الدورة ستكون لمدة أربعة أشهر بدلا عن الثلاثة التي كانت في السابق وخلال هذه الدورة سوف يدرس ممثل الشعب مختلف مشاريع القوانين منها ذو الأكثر أهمية كمشروع القانون الميزانية للعام تسعة عشر والفين مشروع ذكر من خلاله رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارونكا بادي السلطات بأنها حتى الآن لم تضعه على طاولة الجمعية الوطنية طالبا منها الإسرع في تقديم مشروع القانون وفقا للوقت المحدد في الدستورة الغياب المتكرر والغير مبرر من بعض النواب خلال الدورة وسف الرئيس الجمهورية إلى الصين وكثرة أمطار هذا العام مما سبب الفيضانات وغيرها من المواضع تطرق إليها رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارونكا بادي في خطابه الافتتاحي للدورة الثانية الدورة الثانية العادية ستكرس لفحص واستعراض مشروع القانون المالية وبينما نفتح اليوم هذه الدورة فإن الجمعية الوطنية حتى الحين لم تستلم مشروع القانون المالية للعام 19 وألفين ومشاريع القانون التسوية لأعوام 2015-2016-2017 وأن الجمعية الوطنية تأمل في أن يتم تسليم مشروع القانون المالية ومشاريع التسوية في الوقت المحدد من أجل دراستها وفحصها وفقا للزمن الذي نص عليه الدستور وأود أن أعلم السادة النواب بأنه سيتم تنظيم ورشا لاستعراض مشروع الميزانية العامة للدولة بناء على أهداف التنمية المستدامة ومن المزمع انعقادها في نهاية هذا الشهر مع مسابقة برنامج الأمم المتحدة للتنمية التي يقدم لها شكر الجزيل على دعمها الدائم على تعزيز ورفع قدرات مؤسستنا وأن هذه الورشة سوف تسمح للنواب بتحديد الإحصائيات فيما يخص الميزانية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف الوزارات على الموازنة العامة للدولة الدورة الثانية العادية ستصادق على عدد من الأوامر في إطار تنفيذ قرارات المنتدى الوطني الشامل وهذا وفقا لأحكام الدستور الرابع من ماي للعام 2018 كما أن الجمعية الوطنية تهنؤ نفسها باعتماد وتوقيع هذه الأوامر في إطار تنفيذ أعمال المنتدى الوطني الشامل الذي سيعمل على التقطيع الإداري وفي هذه النقطة أيضا الجمعية الوطنية تلفت الانتباه بأن حجم الميزانيات الخاصة بإدارة المجتمعات المستقلة في الميزانية العامة للدولة عبر توفير المعدات والموارد المالية والبشرية رغم الأزمة الارتصادية التي تعاني منها الحكومة إلا أنه يجب عليها تقديم إجابات مقنعة حول مشروع القانون المالية للعام 2019 و2000 وإنبقي أيضا مراجعة مشاريع القانون المالية عديدة تتعلق بالاستثمار كما أن الجمعية الوطنية ستواصل عملها أيضا في فحص ومتابعة المشاريع المقترحة وهذا اللقاء معضاء الحكومة يسمح للنواب بتقديم الأسئلة الشفهية المتعلقة بالعداد اليومية والبحث عن كافة وسائل المعلومات ومراقبة الجمعية الوطنية لأعمال الحكومة ترجمة نانسي قنقر